كل شيء مباح في السياسة هكذا يقول العارفون لكن بشرط الحرفة وتحقيق المكاسب إلا أن المشهد في العراق الجديد يختلف جل السياسة صراع فرقاء يحل من الخارج ما يظهر غياب الحرفة وانعدام المكاسب صراع مفاهيم وفوضى ربما يقل نظيرها على منصب رئاسة الحكومة تدور عجلة الصراع في العراق بين فريقين يرى الأول أن المكلف عدنان الزرفي غير أهل لرئاسة الوزراء لا من باب الكفاءة والنزاهة بل من منطلق صراع المحاور في المنطقة يصنف الزرف على أنه عامل أمريكي كما تصفه الميليشيات وتصر الكتل التابعة لها في البرلمان على رفضه وأهمها تحالف الفتح هذا الفريق عقد اجتماعا ضم عدة كتل في بغداد أفضى إلى تسمية رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي مرشحا لرئاسة الوزراء بدلا عن المكلف حاليا عدنان الزرفي الذي اتفقت الكتل المجتمعة على العمل من أجل إفشال مسعاه لتشكيل الحكومة بحسب ما كشفت مصادر صحفية أما الصف الثاني الزرفي نفسه الذي يؤكد مرارا تمسكه بالمنصب وعزمه على تشكيل الحكومة حتى طالب في وقت سابق بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على برنامجه الحكومي ومنح الثقة لحكومته متحديا بذلك فصائل وكتل شيعية نافذة ترفض تكلفه برئاسة الحكومة كل ذلك وما سبقه يكشف الخلل البنيوي في العملية السياسية المعتلة فالكتل التي رشحت الكاظمي قالت عنه قبل فترة إنه مرفوض وكذلك وصفته بالعمالة عندما كان ينافس مرشحين آخرين على رئاسة الحكومة فما الذي حول الرجل من عامل أمريكي إلى مرشح تسوية لعلها الزيارة الأخيرة لقائد فيلخ القدس الإيراني إسماعيل قآن إلى بغداد عندما أعاد ترتيب ما يطلق عليه الصلاحا أوراق البيت الشيعي قد تكشف الأيام القادمة تحولات جديدة في المشهد فربما يسعف طرف ما الفرقاء المتصارعين في العراق ويتحول العميل إلى وطني في ازدواجية معايير وصراع مفاهيم بنيت على أساسه العملية السياسية برمتها في العراق ترجمة نانسي قنقر